واصلوا البعثة الرسمية للحج جولاتها التفقدية منطلقة من مكة المكرمة وصولا إلى المدينة المنورة حيث استقبل أعضاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وفد البعثة الرسمية وعلى رأسهم سعادة محمد عبيد المزروعي رئيس مكتب شؤون الحجاج وعدد من المسؤولين مكتب شؤون الحجاج لديه خدمات متميزة لديكم سواء من ناحية طبية والأمنية والواضية بالنسبة للبعثة الطبية يوجد فرق متحركة طبية تتحرك لمكان المريض تضمنت الجولة زيارة عدد من الأقسام الطبية المجهزة للرجال والنساء في مكتب شؤون الحجاج بالمدينة البنورة للوقوف على جاهزيتها والاطلاع على الإمكانات التي ستسهم في خدمة الحجاج الإماراتيين نحن نقدم الخدمة الطبية لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة الحملات الموجودة وطبع احنا فريقين طبيين فريق الطبي تابع للمكة وفريق الطبي تابع للمدينة احنا الفريق الطبي تابع للمدينة ما شاء الله عليهم مهتمين ومهتمين جدا لكل التفاصيل من الأشياء الكبيرة للأشياء الصغيرة والحمد لله لك يا رب نحن حملة الإمارات أنا أشوفها بصراحة من أكثر الحملات تنظيما والمكتب مشرف عليها بشكل مباشر طبعا بتوجيه من قائداتي رشيدة الله يبارك فيهم يحفظهم ندعي لهم بعد إن شاء الله بمزيد من الأمام إلى الأمام إن شاء الله ربنا يحفظ الشيوخ ويطاول بعمارهم العديد من الحجاج الإماراتيين أبدو ارتياحهم من التسهيلات والتجهيزات وكافة الأمور التي حرصت البعثة على توفيرها للحجاج بما يضمن لهم الراحة القصوى مستمدة ذلك من رؤية قيادتنا رشيدة في وضع المواطني على رأس الأولويات والاهتمام أينما كان وأينما حل تلبية احتياجات حجاج دولة الإمارات والوقوف على متطلباتهم تعتبر من أولويات قيادتنا رشيدة لأخبار الدار محمد الجنيذي من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية وبهذا الصدد منع 78 من مواطني الدولة من دخول المملكة العربية السعودية عبر مطار جدة دولي وذلك لعدم حصولهم على تصريح الحج لذا صدر بيان من الهيئة العامة للشؤون الإسلامي والوقاف أوصد فيه جميع من يود الحج من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم السفر إلى الأراضي المقدسة بدون تصريح مسبق وقالت الهيئة أنها استنفذت كاملة ما تستحق من أعداد موضحة أنه تم تسجيل الحجاج وتسليمهم التصريح من خلال حملات الحج المعتمدة لهذا الموسم ولمعرفة أوضاع مواطنية الدولة العالقين في مطار جدة الدولي ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة أحمد منقوش قنصل الدولة لدى المملكة العربية السعودية أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني أستاذ الكريم ما وضع المسافرين العالقين في المطار الآن وما الإجراءات التي تبعت معهم الله الرحمن الرحيم أولاً فعلنا المشكوية أن هذا الاحتمام في رعاية الدولة وفي حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن ثانياً أن الأخوان جاءوا حواية تقريباً 86 حاج نعتمد على ضمن طيارات الإمارات والعربية وصلوا في ليلة المتأخر ببالحة ساعة تقريباً ساعة تاعة ونصف وكانوا لا يحملون تصالح حج الحقيقي ويأوهم محرمين وتحسب الإجراءات الموجودة والأنظمة والقوان في المملكة العربية السعودية ووزارة الحج اللي تنظم الحج وتحاول تقدم أحسن الخدمات للحجاج بتخفيف عدد الحجاج وحسب ما تتفقد مع الدول أن كل دولة إليها كوتة معينة وعدد معين محدد حسب الاتفاق مع وزارة الأوقافة في كل دولة ومع كاتب خدمات الحجاج فهذو الأخوان يجاوا بدون طريح وكانوا في موجودة في المطار والحمد لله دخلت قنصة الإمارات وبالتعاون وتفقهم مع السلطات المتصفة في مطار جدد دولي وفي مطار ملكة العزيز تم الاتفاق وأدخالهم الحمد لله إلى جدة وتم حالة المشكلة ولم يكن عالقين كانوا قدموا لهم أفضل الخدمات من تغذية ومن شربة ومن رعاية واهتمام كلهم إن شاء الله وتوجيهات القيادة للرشيد ومهتمامهم بالمواصمين والحجار والمحتملين تم تقديم كل المساعدة لهم قبل القنصرية بالدولماسيين والإداريين والحمد لله تم أدخالهم إلى جدة وتصدرت أمام السامية ومكرمة من ملكة السورية بأدخالهم إلى جدة وإن شاء الله جاري الآن ترتيبات كيف تعامل معهم إن شاء الله ولكن أنهم في أحسن حال وصحة جيدة الحمد لله لكنهم لن يتمكنوا من الحج أستاذ أحمد صحيح؟ والله هذا راجع أحد السلطات السعودية ولحن جار الأتصال معهم لما أردت كيف تتصرص هذه الأمور لكن أعتقد أن الجماعة دخلوا إلى جديد ولم يكن عالقين في المطار تموا حوالي 5 أو 6 ساعت فقط في المطار ثم تم الإفراج عنهم وأدخالهم بالتدخل القنصرية وحل المشكلة كمسافرين عاديين الآن كمسافرين عاديين وليسوا كحجاج نعم دخلوا قمعون لأنهم لا يملكون طبعا ونحن نؤكد لأخوان المواطنين على ساته لا يقوم بالإحراج وتمشياً مع سياسة دولة الإمارات وإحترام القوانين في الدول المضيفة نحن نتأكد قبل السفر من الشروط التي تنطبق عليهم مثلاً الحج فرضي عليهم أو قوانين الذين تفرض ضرور الحصول على تصريح حج صادر من البعث الرسمي للأمارات العربية والساحية ومعتمد وعن طريق حملات إماراتية القانون والنظام في الحج لا يسمح أن يتحق أي مواطن عمري في أي حملة خليجية سواء سعودية أو كويتية أو بحرينية أو قطرية أو حتى عمانية يعني كلها لابد أن يتبط لحملات إماراتي وحسب النظام الذي نصر عليه قوانين الحج في المملكة العربية ماذا عن تواجد القنصلية استاذ أحمد في مطار جدة أو مطار الطائف لاستقبال الحجاج من دولة الإمارات حجاج دولة الإمارات ما المساعدة التي ممكن أن تقدم لهم كل أمكانيات الموجودة الإدارية والدبنواتيين والإدارية والموظفين كلهم في خدمة ضيف الرحمن وخدمة أي زائر وأي ضيف أو أي إمارات يكون في السعودية فلنحن لا نتحفظ أي شيء نحن نريد استعداد تاو تقديم المساعدة في حدود الإمكانيات المتاحة وضمن القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية فنحن نتعاود ونتدخل في أي لحظة في الليل أو النهار لخدمة الحجاج هذا ما عودتنا قيادة من الرشيدة وأصولنا فيه أن المواطن هو الثروة الحقيقة للبلد بخصوص الثمانية وسبعين الذين تم منعهم من الدخول للحج يعني مش منعهم من دخول السعودية أين تم تسكينهم الآن؟ الآن والله هم دخلوا إلى جدة وإن شاء الله داري تسيير أمورهم وأنا أعطم من الجميع أنهم في حالة جيدة وصحية والأمور كلها مستقرة وإن شاء الله ما بحضول الأخبار سارة هذا الموضوع شكرا لسعادة شكرا لسعادة أحمد منقوش قنصل دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية اللهم